موسيقى مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون الان وتحديدا برنامج اخبار الدار البرنامج اللي بينقلكن اخبار الدار بعدسة والسين سكان محليين موسيقى 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 مساء الخير لمشاهدين تلفزيون الان بحلقة جديدة من اخبار الدار البرنامج اللي بينقلكن اخبار موسيقى منرجع من اكد على اهمية اللقاح ومندعي كل شخص انه ياخد اللقاح لانه هيدا الحل الوحيد لا يمنع هالفيروس من الانتشار طبعا اكيد محمد للأسف انه نحن بهالفترة كتير في ناس لسه خايفة من موضوع اللقاح وما بيعرفوا انه اكيد لو ما اللقاح مضمون يعني ما في دائما مضمون مع ورنتي موسيقى موسيقى منرجع على من اكد على اهمية اخذ اللقاح موسيقى 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 ومن ضلب اجوال انتخابات ولكن هالمرة من لبنان اللي عم بيتحضر شبابه لخوض انتخابات فريدة من نوعه وهي انتخابات البرلمان الشبابي فكنوع من انخيرات الشباب بالحياة السياسية فامت مؤسسة ايد موسيقى اه هيدا اه اوك نجاح البطولي على فكرة خلى الاتحاد المصري للشطرنج نجاح البطولي على فكرة خلى الاتحاد المصري نجاح هيده البطولي راح الصوت هلأ سايا معك على فكرة ألا نجاح على فكرة لحظة على فكرة ألا نجاح على فكرة ألا نجاح هالبطولي خلى الاتحاد المصري للشطرنج انه يعلن عن بطولة جديدة راح تبدأ بتأخر الأوتوكيو على فكرة ألا نجاح وهلأ منروح بريك ومنرجع منتابع برنامج أخبار الدار أيها نحن نفرش وفرفيش ومنحب نعيش حلوة خلصوا الدعايات ولا بحقي دعايات يلا ببعض البلدين أنهم يتحدوا الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كونو كونونا يا إدارة التربية والتعليم في عدن رفعت كتاب لمحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس بتقريح أنا اليوم حضر لك بفقرة تحدد دار ثلاث كلمات باللهجة المصرية أوكي أنا ناطرتك بس إن شاء الله يكونوا الكلمة وهن ناطرتيني ليه بقولي ناطرتك لو أنا بستخدمها بحياتي العادي طيب بس أنا مش ناطرتيني وهن ناطرتيني يا طب ساعدني حتليها بجملة مفيدة بتعرفي نسيت معا لا لا شفتها عم تنزل الكرسي عم تنزل الكرسي ولا عم تنزل الكرسي ألا كتاحة حانا همزلوا وعلي فأنا هم بالي عم يروح الزلمة من إيدنا عم بغرق شوفي الزلمة يروح من إيدنا يا جمال شو يعني كتاحة ولا يا لكي عم ترجع تنزل غيرون بشرفكم يا غيرون الكرسي هااااااااااا مصرية بتمنى انك ما تعرفون يلا لنشوف لا ما في قلت عاملك شفتي وايب الليك بعطيلي اياهون لحطهن على السكريبت استنى في حدا مصري هون كانكا انتي اسمك كانكا صح كانكا وبراد وملقلق ملقلق ملقلق لن اقولها ما يعرفها كانكا وبراد لا كانكا مو يعني تنكي كانكا ركوة القهوة يعني اه اناقشوا ايضا اليوم اخترنا اللهجة تكون باللهجة الكويتية والحذر عشر عشر اللهجة باللهجة التحدي يكون باللهجة الكويتية اوكي الكلمة التانية هي مغلدة كمان جملة تنسيت هاي بترعاد كلها تنسيت تشقيعة اسألة لاماما شو هي لا انا امام فصارت ليها بس ما فهمت عليها لا تطلع شايف لي كلماتهم وبيعرفها كمان يا حبيبي يلا شو بدي اقولها هلا روقي الكلمة التانية هي تشقيعة هي اكتر شي هادي تستخدم يلا شايف لي كلماتهم وبيعرفها بدي يحذبني اهه انا بيقوله على الكاميرا يلا ما اتضحكي يا خيار خلصين قلت لك انا صعبت لك يا هون ما واضح عليك ساير قلتreek كلمات صعبة بديك تخسريني تماما أنا بدي خسرك الكلمة الخامسة والاخيرة هي كنتر كنتر لا بس ماني كنوية على الخير انت بطلت قلتلك انا بلشت سهل بس بعدين خلاص بدي اعملون صعابيين بس ان شاء الله كون عم بيلفزهم بطريقة صحيحة ان شاء الله وعلك الحال للأسبوع الجاي هحضر للك كلمات محتح في شو عم بقول اصلا ماشي لهون بتكون خلصة حلقتنا لليوم نلتقي فيكن الشالله لأسبوع الجاي بحلقة جديدة من اخبار الدار تصبح على خير ألا تصبح على خير طبعيدة عيدة يلا كنت أتكون لها أخي